كثير من الناس تتكلموا على شركات عملاقة مثل أمازون وجوجل وكيف لنا كأفراد أو شركات مؤسسات نستفيد من خلال خدمات وأيضا المميزات التي تقدمها هذه الشركات بس ما شفتها حتى تتكلم على مجموعة علي بابا وكيف لنا كأفراد أو شركات الاستفادة من منصات ومشاريع وخدمات مجموعة علي بابا خاصة أنه كثير من التجارب كثير من الناس فعليا نغير حياته المادية وواقعه المعيشي باستخدام خدمات ومشاريع منصة أو مجموعة علي بابا فلهذا السبب حبيت أعطيكم نبذة على منصات ومشاريع وخدمات مجموعة علي بابا وكيف لك كفرد أو شركة أن تكون ثروة باستخدام هذه المنصات والمشاريع التابعة لمجموعة علي بابا اللي عملاقة اللي تعتبر واحدة من أكبر الشركات في العالم مجموعة علي بابا استثمرت في علي بابا في جاكما بداية المشروع بداية الفكرة كان مبلغ الاستثمار هو 20 مليون دولار اليوم الاستثمار هذا يساوي أكثر من 143 مليار دولار تخيل 20 مليون دولار اليوم تحولت إلى 143 مليار دولار قال يسبب هي شركة يابانية في الأصل وليست صينية الكثير من الناس يظن أن موقع علي بابا علي بابا دات كوم هو شركة علي بابا بينما هو واحد فقط واحد من المشاريع الصغيرة التابعة لمجموعة علي بابا هناك الكثير من المشاريع الأخرى اللي ما يعرف الكثير من الناس مثل مشروع علي ماما ففي معنى علي بابا ومعنى علي ماما علي ماما هذا منصة متخصصة في التسويق والبنية التحتية للمشاريع سواء كانت صغيرة متوسطة أو حتى كبيرة تسجيل علامات التجارية فكيف لك تستفيد اللي يريد أن يسجل علامة تجارية في الصين ممكن أن يستعين بموقع علي ماما أيضا المتواجدين رجال أعمال العرب المتواجدين في الصين يستطيعون الاستفادة بشكل مرة كبير من الخدمات والميزات يتقدمها منصة علي ماما دات كوم طبعا في معنى علي ماما دات كوم في معنى أيضا علي بابا دات كوم الشهير جدا هذه المنصة العملاقة غيرت مفهوم التجارة العالمية وأيضا التجارة الجملة بشكل مرة كبير تسهل المنصة عملية الاستيراد بدون الحاجة الوسيط بدون الحاجة للسفر وخسارة الكثير من الأموال والأوقات والإقامة المنصة تقدم خدمات عملاقة يوجد فيها موردين من كل أنحاء العالم ليس فقط خاصة بالصين كثير من الناس يظن علي بابا دات كوم وخاص فقط بالشركات الصينية لا في شركات موجودة من فتنام تركيا ماليزيا الإمارات تقريبا أي شركة في العالم تستطيع التسجيل في منصة علي بابا والاستفادة من خدمات أنت كشركة تستطيع على الفعلية الاستفادة من منقوة علي بابا دات كوم للوصول إلى المشترين من كل أنحاء العالم أنت كفر تستطيع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مجموعة علي بابا أو علي بابا دات كوم مثل خدمات إيجاد المردين أي مكان في العالم الفحص والتشيك خدمات الشحن الترجمة الفورية الكثير من ميزات الدفع لاحقا لبعض الدول تستطيع أن تأخذ بالدين وتدفع لاحقا لبعض الدول أيضا تستطيع الاستفادة من واحدة من أهم الميزات الموجودة في علي بابا هي ميزة الضمان التجاري تضمن الأموال والفلوس إذا استورت من خلال هذه المنصة بسبب أن كثير من الطلبات الصغيرة يعني قطعتين قطعة أو اللي يشتغلوا في دروب شبنج يتواصلوا مع منصة علي بابا فاضطرت مجموعة علي بابا بعمل مشروع خاص باللي يطلبوا بالقطعة بالحبة أو اللي يشغالين في دروب شبنج هذا المشروع اسمه علي إكسبرس دات كوم علي إكسبرس يعني علي سريع يعني الشحن السريع الخدمات السريعة فعلي إكسبرس دات كوم هو مخصص للبي تو سي للعميل النهائي ويعتبر طبعا أكبر موقع عالمي ممكن أنه تطلب منه سواء كنت موجود في السعودية في مصر أو انتقلت لماليزيا أو في تركيا أكبر موقع عالمي مخصص للبي تو سي تستطيع الطلب منه بالقطعة تستطيع تعاون من خلال منصة علي إكسبرس بعملية يسمى دروب شبنج فمنصة علي إكسبرس دات كوم أفادت كثير من الناس اللي كان يشتغلوا كميات بسيطة أو اللي فقط يريد أن يجرب عمليات الاستيراد أو الناس اللي لاستخدام الشخصي أو اللي شغالين في موضوع دروب شبنج بعدين نفكر علي بابا أنه نفس الفكرة أن يكون عندي منصة تخدم كل العالم هذه فكرة ممتازة لما يكون عندي منصة تخدم الصينيين الشركات الصينية نفسها بي تو بي فقام علي بابا بإنشاء مجموعة علي بابا بإنشاء منصة اسمها ياوليوبابا دات كوم اللي 1688.com ليش سموها 1688.com لأن النطق باللغة الصينية قريب من علي بابا دات كوم باللغة الصينية سموها ياوليوبابا دات كوم يعني قريب كده نوعا ما من علي بابا دات كوم لكن 1688 هو فقط مخصص للشركات الصينية داخل الصين هنا داخل الصين فتستطيع الشركات الموجودة في الصين تستطيع الاستفادة الناس اللي خارج الصين ويريد منتجات أرخص من موقع علي بابا دات كوم في أغلب الأحيان موقع 1688.com هو أرخص من علي بابا دات كوم في أغلب الأحيان ليس كل الأحيان ففي التالي هذه ميزة عظيمة جدا اللي يعرف هذه المعلومة يستطيع إيجاد منتجات ذات جوضة أفضل وبأسعار أرخص باستخدام 1688.com هذا فقط مخصص للصينيين داخل الصين لكن تستطيع من خلال طرق معينة سأترك لكم رابط في الوصف كيف تستطيع الاستفادة من منصة 1688.com لها طرق معينة هي فقط خاصة بالصينيين ما تقدر تدفعها بالماستر كارد أو فيزا كارد لازم يكون عندك أدوات دفع صينية لكن هناك بعض الطرق ستجدونها في المقالة الموجودة سأتركها في التعليقات أو في الوصف بعدين علي بابا فكر وقدر أنه أنا الآن أخدم الشركات داخل الصين لماذا أخدم العميل النهائي المستحلك العادي الإنسان العادي الشخص العادي فقام بإنشاء منصة اسمها Taobao.com Taobao معناها البحث عن الكنوز Taobao.com البحث عن الكنوز هذه المنصة أكبر منصة أو من أكبر المنصات الموجودة داخل الصين اللي يشتري منها الإنسان العادي منصة تشبه نون.com جوميا.com أمازون.com بس هي فقط مختصة داخل الصين وبالتالي الشركات العربية الموجودة داخل الصين وتريد استهداف الشعب الصيني المستهلك النائي الصيني اللي يعتبر واحد من أكبر الأسواق استهلاكا عندك مليار ونصف من البشر تستطيع الوصول لهم من خلال منصة Taobao.com طبعا في أيضا مشروع آخر اسمه Tmall.com Tmall.com هذا مخصص هي فعليا Tmall مدمجة مع Taobao.com لكن لما تشوف علامة Tmall يعرف أنه هذه Brand اللي قاعد يبيع هنا Brand وفي العادة أسعارهم أقل شوية من Taobao.com فهذه من المشاريع أيضا اللي ما يعرف عنها الكاسب من الناس اللي هدفها هي خدمة المشتهلك الصيني العادي في فترة من الفترات وإلى الآن مازال موجود استفاد الكثير من المستوردين العرب من منصة Taobao.com لأنه كان فيها الأسعار رخيصة حتى لو كان هو المشتهلك النهائي ما كان B2B المنصة أصلا ما هي بود B2B مثل علي بابا كان فعليا بعض الأشياء هي أرخص رخيصة جدا فبالتالي استفاد الكثير من الناس أنه يشتري داخل الصين بالكميات وبعدين يشحنها إلى بلده الآن هذا الموضوع قاعد يتلاشى يعني المنصة شوية شوية قاعد تغلق 1688 مازال أفضل في B2B.com يعني كسرت السوق بالأسعار أحيانا ما تجد البضاعة التي تبغاها في هذه المنصات لازم ترجع لعلي بابا.com ففعليا الشركات الموجودة داخل الصين بالتأكيد تستطيع الاستفادة من Taobao.com اللي خارج الصين بعض المنتجات ممكن تجدها موجودة في Taobao وبأسعار جيدة فعليا أنك ممكن تشتريها داخل الصين وتشحنها إلى بلده بعدين وجدت مجموعة علي بابا فرصة كبيرة لبناء بنية تحتية ومنصات تجارة اكترونية في الدول المجاورة للصين فبدأت بإنشاء منصة لازادا.com لازادا.com موجودة في ماليزيا في فلبين في تايلاند في تنام في الدول القريبة من الصين وفعلا دخلت هذه المنصة هذه الدول وأيضا نجحت نجاح كبير فطبعا الموجودين في الصين يستطيعون البيع من خلال هذه المنصات أيضا الموجودين في الدول العرب الموجودين في ماليزيا في الفلبين في تايلاند يستطيعون التشجيل في منصة لازادا وأيضا البيع ودخول الدول فلبين تايلاند ماليزيا أيضا العرب الموجودين خارج هذه الدول تستطيع تسجيل شركة عن بعد في ماليزيا مثلا وتبيع الأشياء التي يحبوها الماليزيين مثل تمور وغيرها من الأشياء ففعلا في إمكانية لدخول هذه الأسواق إلى المستهلك النائي من خلال استخدام منصة لازادا.com التابعة للمجموعة علي بابا يأتي معنا الآن مشروع علي بابا كلاود وهو الذراع الحاسوبي لمجموعة علي بابا يعني السرفرات تخزين البيانات تخزين الصور كل هذه الأشياء تشوفها في علي بابا.com كل هذه التواصل كل هذه البنية التحتية هي مبنية على علي بابا كلاود لأن علي بابا مجموعة علي بابا حبت أن تستقل من بداياتها ببنية تحتية مستقلة حتى ما تتعرض لبعض الأشياء التي تعرضت لها منصة أو شركة هواوي لأن هواوي وصلت إلى مرحلة كبيرة جدا في الضر الغرب والسياسات الغربية اضطرت أنه يخرجوها من جوجل بلاي يعني هذه كانت حركة صراحة غير مفهومة وبعدين انتبهت شركة هواوي أنه لازم يكون عندي نظام خاص فيني أنا لتنزيل التطبيقات علي بابا من زمان ما اعتمد على سرفرات أمازون اللي أكبر سرفرات في العالم أم سرفرات أمازون و جوجل هو قام ببناء البنية التحتية الخاصة فيه فكانت حركة ذكية جدا لأن البيانات إن تملك البيانات ما تكون عند غيرك مهم جدا حتى تكبر وما أحد يعيد نموك وما يحصل اللي حصل مع أخواوي فعلي بابا كلاود بنية التحتية متكاملة متطورة جدا تكنولوجية وأيضا تبيع خدمات على الفقر تبيع خدمات هي تخدم نفسها كل هذه المنصات والمشاريع تخدمها علي بابا كلاود كبنية تحتية وتخزين بيانات وسرفرات وأيضا علي بابا كلاود هو مفتوح لجميع الشركات في كل أنحاء العالم لاستفادة من هذه المنصة اسمها علي بابا لدينا أيضا الشركة وهي عبارة عن شركة لوجستية يعني شحن أسسها علي بابا في 2013 هذه الشركة تخدم شكل كبير دول الأوروبية وأمريكية ستتوسع يوم الأيام إلى الشرق الأوسط لديها طبعا بعض المشاريع الموجودة في بعض دولنا العربية هذه الشركة أيضا لها خدمات داخل الصين لديها هدف أن يتم التوصيل خلال 24 ساعة داخل الصين و72 ساعة عالميا في العالم طبعا أنا داخل الصين استفدنا من خدمات أنا أحيانا أطلب طلب في نفس اليوم يصني الطلب يعني اليوم أطلب الصباح في نفس اليوم يصني الطلب من خلال يعني عندهم عمليات عندهم مخازن البيانات الذكية من خلال عدة عمليات استطاعوا تحقيق هذا في الصين عالميا أنا أعتقد أنه لم يصلوا إلى هذا المستوى لكن سيصلوا سيصلوا بإذن الله عندهم هدف 24 ساعة لداخل الصين و72 ساعة عالميا هذا كان ملخص عن شركة ساينياو للشحن واللوجستيات واحدة من مشاريع مجموعة علي بابا هو مشروع فريش هيبو مشروع يطبك فيه البيزس موضل اللي هو أولاين تو أفلاين وأفلاين تو أولاين يعني الأولاين مدموج مع المحلات الفعلية في أرض الواقع والمحلات الفعلية مدموجة مع الأولاين فهذا بيزس موضل جديد وفي انتشار كبير جدا في أكثر من بلد في العالم عبارة عن هذا المشروع هو عبارة عن محلات تجزئة ذاتية التشغيل ما فيها موظفين فيها أوتوميشن عالي جدا الدفع كله بالأولاين حتى ببصمة الوجه فواحد من المشاريع الكبيرة واللي انتشرت بشكل كبير داخل الصين فريش هيبو باللي طبعا اللي يصدروا الغذاء يستطيعوا التعامل مع تعاول مع هذه المنصة وهذا المشروع اللي موجودين داخل الصين وشغالين في هذا المجال يستطيعوا الاستفادة من مشروع فريش هيبو للتجزئة ذاتية التشغيل هناك الكثير من المشاريع ما استطيعني أفصل فيها كثير لأني ما أعتقدون هناك الكثير من الأفراد أو الشركات العربية تستطيع الاستفادة من هذه المشاريع مثل المشروع أو لما أو لما على الفكرة هناك الكثير من المطاعم العربية تستفيد من هذا المشروع أو لما توصيل الطلبات مثل الموجودة عندنا في الوطن العربي في معنا مشروع علي باي علي باي للدفع السريع بالQR بالوجه بالإرسال عن طريق التطبيق علي باي واحدة من أكبر المنصات المسيدرة في الصين في كو باي كو باي هذا عشان منصة اللي هي آلات الدفع في المحلات في أيضا منصة يوكو يوكو تقريبا هي النسخة الصينية اليوتيوب يوكو وهناك الكثير الكثير من مشاريع أنا ما أعتقد أنه راح نقدر نستفيد منها إحنا كأفراد أو شركات عربية متواجدة داخل الصين أو حتى خارج الصين وبالتالي ما راح أطول في هذا الفيديو إن شاء الله تكونوا استفدتم إذا كنت رغى أن هذه المعلومات مفيدة يمكن تفيد غيرك بإمكانك مشاركة هذا الفيديو اشتركوا في القناة